اشتركوا في القناة او في افريقيا يتم تقديمه الوكيل انتاعه والطرف الاخر النادي الجديد وامضاء العقد واخذ صور مع الوكيل واخذ صور مع قميص النادي الجديد هذا المعمول به في كل دول العالم لكن في المدة الاخيرة اكتشفنا انه يوجد وكالة ولا وكيل اللي ما يظهرش في وسائل اعلام وما يخدش صور وما يتعقدش مع لاعبين وما يمضيش مع لاعبين ولاعبين اللي يتعقد معهم ولا اللي معاه ما يمضوش على عقد النادي الجديد وما يلبسوش القميص ما كانش خلاص الوكيل هذا يظهر الا في اليوتيوب وبعض القناوات هي اللي مع تبداته وكيل رسمي لللاعبين وينصح لاعبين المنتخب الوطني واخذ عنده صور مع لاعبين المنتخب الوطني من بينهم بن عيادة اللي رح نتكلم عليه اليوم بن عيادة وينصح لاعبين المنتخب الوطني اين يذهبوا للنوادي المفضلة وايضا بن عيادة الوكيل اعطانا باللي عنده عروض في بورتغال بوافستا وجيل فيسنتي وغيره 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 والأندية قبل نتكلم على بن عيادة اعطوكم شوية صورة اي مناجير قلتمو انو عودوا لواكيل لاعب يجب يصور معي اخذ الصورة مع اللاعب وامضاء اللاعب واخذ الصورة معه وقام يصل جديد لو نحكو عالميا كما اللي تكلمنا عليه ساندرو مارطوني الوكيل فارس اللي يعمل لدى شركة رايولا امضاء هذا الصورة كنتشوفوا فيها معه ماشيدة ماشيدة اللي ممكن للجنراسيون الجديدة ما تعرفش هذا ماشيدة شكون اللاعب هذا اللي اللاعب الان في باناثا يونيكوس اليوناني هذا كان لاعب سابق في منشيسيا رونايتد وكانوا عيطولو دوزيام كريسيانو رونالدو اللي لحقت المرحلة هذيك تعرف هذا اللاعب يكون منشيدة لاعب منشيسيا رونايتد اللاعب ايطالي ايضا ورسام ايقال اللي تكلمنا عليه سابقا الوكيل سابق سابق لساعد بالرحمة واللي هو جابه من بطولة الفرنسية ولا من دوري الفرنسي درجة ثانية الى نادي براندفورد الانجليزي ورسام ايقال ايضا ايضا امضاء عنده هو متوكل متوكل بمندي لتعلاعب لسا سيتي ايضا كما تشوفوا في الصورة اثناء امضاء العقد اللاعب هذا لنادي ايضا لسا سيتي الملوك هلا العاديين ايضا في الجزائر في الجزائر عدنا يوسف بليلي تعرفوا اللاعب الدولي جزائري وايضا الوكيل التاعه اللي اترنا عليه سابقا هو عبد مجيد بليلي والد اللاعب ايضا لما انتقل للسعودية هو حاضر اثناء التي ارتداء ابن القميس وامضاء العقد ايضا اليوم كما قلنا نطرقه لوكيل بن عيادة شكول هو وكيل بن عيادة ووكيل بن عيادة هو الشخص هذا اللي تشوفوا فيه معه اللاعب فرحي فرحي وسط ميدان شباب التصورة لانتقل لنادي الافريقي هذا الوكيل معتمد ذلك اعطيك من الادلة ايضا هذا الشخص ايضا امضاء للحارس اللي انضم الى اتحاد بسكرة في الايام اللي فاتت الحارس بن شريف انا اعتقد الاسم الصحيح بن شريف ايضا الروحو بن عيادة الوكيل بن عيادة شكول هو فيصل عبيد الوكيل المعتمد المعروف الوكيل المعروف ليس وكيل اليوتيوب مش نتفهموا وكيل معروف فيصل عبيد هذا ولد سعيدة وتحياتنا لكل خواتنا في سعيدة فيصل عبيد الوكيل المعروف هذا الوكيل اللي هو وكيل الحصري ولا الوكيل الحقيقي مش وكيل اليوتيوب لبن عيادة رحين تصدموا وتسمعوا الوكيل وش يقول في قناة مصرية قناة مصرية النهارة مصرية والعروض تعال بورتغال وبوافشتاو وشكل اخرى وجيل فيزنتي رحين تسمعوا من الشخص ليش من عندي يا نه من الشخص اسم عمليه وش يقول فيصل عبيد ماشي نروح مع الكابتن فيصل بن عبيد وكيل اللاعب حسين بن عيادة كابتن برحب بحضرتك مرة تانية انا مرحب انا كابتن قولي بحرك اسباب انتقال اللاعب حسين بن عيادة لصفوف الافريقى التونسي بالرغم من الكلام اللي كان بيتقال على انتقاله او اقتراب انتقاله النادي الزمالك صحيح هناك اندية مصرية منها نادي الزمالك الذي كنا في اتصالات متقدمة معه نهاية شهر 6 وبداية شهر 7 ولكن سبب الرئيس بتعطي المفاوضات من توقف الرحلات والموباء الذي يعمل الوطن العربي هذا هو الشيء لتركنا تتوقف الاتصالات مع نادي الزمالك اما نادي النادي الافريقي فكانت هناك طب يعني خلينا في مصر الاولة كانت تنفيصل يمكن هل الاهلي بيرامدز الاندية المنافسة لنادي الزمالك هل حد منهم متواصل مع اللعب او تكلم مع حضرتك نعم نعم كانت هناك اتصالات مباشرة مع مدير الكرة مدير كورا لنادي الزمالك هل أحد منهم تكلم مع حضرتك؟ لا كان هناك اتصالات من نادي الزمالك وفقط لم يكن هناك اتصالات من نادي الزمالي أو نادي بيراميز أو نادي أخي كيف اسمته؟ هذا فيصل عبيد وكيل لاعب بن عيادة ليوضحنا لكم في الصور واضحة أثناء أمضاء العقد خياذا والوكيل وكيل يمضي يكون معاك حاضر يكون معاك حاضر إلا عد ما يقدرش يبعث لك موظيفين شركة يضع شركة كبيرة هذا هو وكيل ما هو وكيل اليوتيوب؟ أنا ما نعرفوش فيصل عبيد يصرح يقولك من هبه ودبه أصبح ماناجر جريدة يحضر يقولك من هبه ودبه أصبح ماناجر وهذا ما أثر على الكورت قدم الجزائرية يعني نقولك يا فيصل عبيد ما جلش في المهبه ودبه يولد اليوتيوب اليوتيوب أصبح ماناجر اليوتيوب أصبح وكيل بسرح لا تسانيش وكيل وخلاص الله يساعد لك قبل ما تقبلش برأسك أنا لا يساعد لك تقتنع ما تقتنعش هل هي حاجة تخصك حسنا نصير روعدت لعموه جديدة ووكيل في اليوتيوب بسرح ما يسانيش مع الجوارة أما يحضرش للعسينياتين ما يحضرش الجوار كيسانيو الكنترا مع الكليب التوحم ولا يبصر القميس أما كانش هو مي بسرح وكيل أكيف أشياء صغصية جمعة اليوتيوب يقولولك ومفايس العبيد باش نضوضحه لك الصورة روح شوف اليوتيوب يقولولك شكل وكيل هذا هو نيفو مش نيفو هذا الحداثة الجديدة والتطور أصبح وكيل في اليوتيوب وما يمضي حتى الجوار وما يجيب حتى كلوب الفاري اللاعب انتاعه بس هو آجو ها وش هنقول لك هفاس العبيد إذن وضحنا الصورة وإن شاء الله إن شاء الله قبل ما نقول وش هنديره إن شاء الله في قانون الجزائري انتحال الصيفة مدى 372 يعاقب على انتحال صيفة الغير والعقوبة من سنة إلى خمس سنوات وغرامة قدرها من خمسمية إلى عشرون ألف دينار جزائري لي انتحال صيفة سواء وكيل أو غهمي ولا أمور هذية يعاقب على القانون الجزائري ما قلتاش من عندي المدى 372 إذن خوتي كما قلتوكم إذا كاش ما مفاجآت جديدة ولا أخبار حصرية ولا ما نبخلوكم شكالعادة في قناتكم نعطوكم أي حاجة جديدة ولا أي أخبار جديدة راح نزودوكم بها أو حتى حصرية ولقاتنا مع مزمين الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته